طيب نبدأ بسم الله السلام عليكم يا طيب العافي كنا وصلنا المرة الماضية عند روميج حديثنا في ال GSM خلصنا آخر شيء كان للاثنتيكيشن process تمام؟ هل عند أي سؤال؟ أعتقد المورة هي straight forward مجز كرة الفكرة الكوة كان من مرة بالنسبة للروامنج مرهوم الروامنج أعتقد أنه نعرفه وتسمح للسبسكرايبر الموبايل يوزر إنه يتنقل ما بين الهاتف يعني يشغل الجهاز أو في أي شبكة ويأخذ الفيترز والسيرفز اللي متعود يأخذها من الهوم نتوك يمكن ما يأخذها كلها أو في شوية اختلافات ما بين الـ different carriers بس بشكل عام يأخذ على الأقل basic services تمام؟ هذا الحكي يعني بيتطلب شغل كثير في الـ background ما بين الشركات من ضمن موضوع البلنج كيف عملية الدفع ما بين الشركات أتحدث عن البلنج بعد شوي بس في العادي القاعدة إنه البلنج بيحصل من خلال الـ home network يعني أنت بتأخذ تجيك الفاتورة من الشركة اللي انت مشترك معها تمام؟ الآن هاي الشركة اللي انت مشترك معها حتى لو عملت روميج عن شركة تانية استخدمت السيرفزز من شركة تانية حسب الاتفاقيات بسمون روميج اجريمانس اتفاقيات التبادل الخدمات بتلك بتم عملية أصافي ما بين الشركات تمام؟ فأنت الخدمات اللي بتأخذها في الشركة اللي انت عم بتزورها فعليا بتدفع تمام هالشركة الأم اللي انت بتنتمي لها حسب الاتفاقية والشركة بتدفع كاليفيش زي ما حكينا بدها روميج اجريمانس بين الشركات إذا ما في روميج اجريمانس ما بيحصل ما بيحصل روميج لذلك عدت الشركات عشان ت بتعطي خدمات كويسة للكيستمعونها بتكون عامة روميج اجريمانس مع شركات أخرى في معظم الدول أو الدول اللي في العادي في تواصل بينها على أغلب دول البحيط دول الجوار يعني والدول اللي عليها حركة كتير بس بشكل عام صارت روميج اجريمانس يعني ما بين الشركات موجودة متوفرة بشكل كبير من ضمن هاي الأجريمانس بيحققوا كم كل شركة بده تدفع شركة تاني شو طريق تدفع وما يعني ذلك هاي أمور ما بين الشركة ومش بالضرورة سعر الدفع من شركة لشركة نفسه ممكن يكون شركة X تدفع على Y مبلغ وشركة Y تدفع على X مبلغ آخر هذا الحقيقة ممكن حسب قوة الشركة وحسب إمكانياتها والاتفاق اللي بينهم بره في الغرب في أمريكا بالذات فيه اشي تسموهم Clearing House Companies شركات مهمتها فقط إنها تعمل عملية الـ Validation للـ Roaming Records وعملية البلنج للـ Home Retour يعني لـ Clearing House Companies هدول بيجيها كل المعلومات عن الـ Roaming للـ Users واتفاق ما بين شركات لـ Clearing House وشركات الانتصالات بوفرورهم كل الـ Billing Information خلال الـ Roaming وبيأخذوا هاي المعلومات بعملوا لها بروسسنج حسب الاتفاقيات وبيدفعوا الكشوفات للشركات كل واحد من الـ Operators بيتفعل التاني أو يعني بيتخالصوا ما بينه ما هاي كانت شركات أعتقد ولا زالت بتشتر بشكل كبير لأنه الـ Roaming على مستوى العالم هائل جدا وحيانا شركات بتعطي لـ Clearing House Companies حتى تريح راصة من هذا الموضوع لأنه ممكن كون موضوع مرهغ الكهير ويعني بيحتاج شغل الكهير فهذا الناس متخصصين في هذا المجال بيتحدث عن الـ Billing لـ Call Accounting زي ما حكينا اللي هو مرتبطة مش بس بالـ Roaming مرتبط في كل شيء كل الخدمات اللي بتخدمها أو بتاخدها من الشركة في وراها Billing Records تمام؟ بشكل عام بدخل شوي تفاصيل بس مش على المستوى كهير عميق يعني بناخد فكرة بشكل عام الـ Mobile Switching Center أو الـ Gateway Mobile Switching Center بشكل عام فبشكل عام الـ Boston مين هو السبسكرايبر اشي طبيعي على اي اكاونت رح تروح The number called على مين اتصل يعني السبسكرايبر رقمه معلوماته وعلى مين حكا على مين اتصل طبعا على مين اتصل مهم جدا زي ما حكينا ازاة local call domestic call international call mobile to مبارك 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 كل الامور هاي تدخل بالحسم The call link كم كان طول المكالبة على طول المكالبة لان الدفع على طول المكالبة كان يخصوها بالمنت كان يخصوها بالseconds every six seconds او اشي سيهي الشركات كانت تتفند في عملية البلغ كلما كانت تم عقدي اكثر كلما كان الكستمر ضايع اكثر ما براجعش او بي بالعكس كان يراجع اكثر راجع بسما بيحاولوا توقتمايز والمكالبة والبلغ على الامكان اخر نقطة وهي يمكن اكبر نقطة وهي الكون راوتي الديتيل يعني انت الان المكالمة زي ما حكينا ممكن تكون انت موبايل ماشي بسيارة بقطار وتبع وتقطع ملتبل نتوكس ملتبل بيستيش ملتبل ملتبل كل هاي التفاصيل الدخيقة التعامل والشانل اللي تعينت لك كله بيحط في الكل بيتر ريكور فتسبق ريكور طبعا غير موضوع البلنج احنا بذكر كنا نستخدم ال كثير على الترابل شوتيك لما تصير مشكلة معينة والكستمر يتصل ليحكي والله في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني كنت على مكالم وعملة تدراب صار معين مشكلة او بتلا انقطع صوت صوت رايح مشروع شواجع وهكذا فبتاخد انت الكل ريكورد هذا وبتصير تتبع داخل السيستم حتى تشوف ايش اللي يسبب هاي المشكلة احيانا بتكون شغلي عارضة لكن مرات من خلالها بتكتشف ان في مشكلة بدها تصليح في السيستم فكانت فور ديبوغين فارلسي سكيل مرمي صحيح السي ديار تتبع تتبع نتورك 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 زي ما حكينا الجزء انت بتدفعه تدفعه لالهوم نتورك لكن شركة اللي خدمتك خلال الروامنج هي بتدفع أو بتدفع شركتك المترجم للقناة 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 هاي when you switch the mobile station on يعني لما بتشغغل mobile station تمام وبيبلش يبحث عن الNetwork ويشبه معها هاي بسموها ال-Touch لانك سير جزء منه والعكس تماما when you turn the mobile station off which is called IMSI D-Touch إنك انت تنفصل عن ال-Network اللي هاي كنا نسميها في الواقع الإسلام the dis-association تمام Updating the mobile station location كيف تعمل update على مكان mobile station لاحظوا يعني تقريبا نفس الكلام من ناحية المفاهيم اللي حكناها في شرط ال-Core بس الان بمصطلحات ال-GSM وال-Cellular Networks Making a call Mobile originating or outgoing call تمام بس عشان التسميات when you make a call تسموها Mobile originated call ومراك تسموها outgoing call call اللي اطلع من ال-Mobile Station On the other hand فين receiving call يعني receiving call لما تستقبل المكالمة وبسموها mobile terminated وبسموها incoming call تمام من وجهة نظر Mobile Station هاي التسميات اللي مستخدمة يعني يمكن انا دمجت ما بين التسميات اللي انا شفتها في اكتر من شركة واكتر من نت من تكنولوجي بس يعني اعتقد هاي التسميات كل هاي اللي موجودة اللي هاي السيرووسيز اللي عادة اللي عادة الـ operator لازم تقدم او الـ GSM network لازم تقدمه كمان اخر شيء من cell measurements and hand over كل التفاصيل الـ measurements بسبعات الـ السلسايت الـ channel الـ RSI الـ RSI و الـ quality والـ error rate والقصص هاي والـ clock rate تمام وعمليات ال-handing over اوكي يعني قصده فيش مكارمي مش عم ترسل مكارمي او بتستخبر لكنها on لان معظم تلفوناتنا on يعني الناس في العادي بتطفيش التلفون الا اذا كانت يعني واحد نعسان بدينامدوش حلا يزعجوا بطفي التلفون او بحطوه على الـ airplane one بس بشكل عام الـ mobile phones في العادي حتى بتكون idle تمام لكنها on فإذا فيه حركة في mobility the network will keep track of the mobile location طبعا محتي location بالمقصود فيه على اي base station على اي celled site على اي whatever mobile switch center هاي الكلام كله مهم جدا ليش لانه حكينا دائما في اي لحظة ممكن تيجي incoming call عشان لما تيجي incoming call ما اصير ادور عليه انا اكون عارف اصلا انه موجود وهذا الكلام لازم يحصل بشكل بتواصل لانه ادر واعجي اللي بيحصل انا كان الموبايل ستيشن مش معروف وين مكانه زي في حال انه appropriately leads the company يعني زي ما كنا حكينا في الواعي الساعة انك فجأة تختفي ما يكون انت وين معروف اذا حدا تصل عليه بيوقد وقت نسبيا طويل عدين ما يجي message او يحصل الموبايل station او يجي message انه هو خارج انك اما لما يكون location is tracked all the time or recorded بتلاحظ ان المكالمة لما تترن المكالمة خلال يعني جزء من ثاني مرات في severe learning يعني مباشرة بتوم mobility management هم اول اربع من ال اللي هي اللي هي msi detach attach and detach updating the location يعتبر mobility management operations نبدا بال immsi attach بس switching on the mobile switch cams on the best serving bts when you turn the mobile on زي ما حكينا بيخصل مبين المobile station و مبين system behind the scenes انت ما بتشوفه لو عندك Slipping Device أو Spectrum Analyzer يمكنك تشاهد الكمنيكيشن اللي بيحصل لدرجة معين على أقل السيجنال إذا كنت في Engineering Mode بعد رشدة كان لسه عندكه في الموبايل فون زي حسام Engineering Mode تبع Mobile Station تدخل بالتفاصيل وتشوف ايش عم يحصل في الديبايس لسه موجود هذا الكلام تستخدموه الله يكتور بمعدي اللي منوضحها صراح زمان كان الموبايل فون إحنا لما كنا كنا نستطيع ندخل في مود مش المود العادي اللي بشوفه اليوزر اللي هي الشاشة اللي فيها الشاشة الحلوة اللي عليها الشغلات لا كان يجينا شاشة فيها تفاصيل اللي بتتعلق في الـ Radio Frequency وتتعلق في الـ Connections والشغلات هاي على الشاشة مباشرة فهذا كان سموه Engineering Mode يعني ممكنك تدخل على هذا المود عشان تشوف ايش عم يحصل على الديبايس على أي حال المقصود أنه عندما تتعلق الموبايل ستيشن ستيشن على الديبايس ستيشن على الديبايس مثال صحي دور ما وجدش زين ببلش يعمل سكان حسب البرنامج الموجود فيه حسب كيف مبرمجة المعلومات الداخل طبعا حكينا هذا الحكي كله بيحصل over the air programming تتحكم في الشركة الأم زمان زمان بالتسينات كنت شغلات هاي أنا برمجة هذي نفسي كنت مسؤول عن الroaming agreements كنت مسؤول عن ترتيب الشركات لأنه احنا كنا في أمريكا مور كبير معقدة يعني هون يعني في كثير شركات في أمريكا كنت تضطر تعمل الroaming agreement مع عدد كبير من الشركات داخل أمريكا فالناس كانوا يتنقلوا يعني يكون طارعي بسيارته من ولاية إلى ولاية من county إلى county فكنا نعمل الroaming agreements وبتكسير يترتب الroaming agreements حسب location وحسب الroaming اللي بينه من ناحية cost وما إلى ذلك كل هذا كان يترتب داخل الsoftware أو يعني في البروغرام بنعمل update database داخل التلفون فعملية الscanning اللي ها ترتيب معين يعني منين يبدأ من أي frequencies إلى أي frequencies من أي carrier إلى أي carrier وكل carrier له carrier ID خاصة وهكذا هذا كان في CDMA والTDMA Systems اللي كانت موجودة هناك ففي كالعام Mobile Station When it is turned on زي ما حكينا تصير تدور وشوف أني أحسن base station ضمن الأشياء المسموحة استخدامها وبتعمل عليه camping camping يعني إيش خلاص أنا وصلت اللي بديه ما وهذا الحكي زي ما حكينا اللي بيعتمد على السيجنال strength و quality أني أحسن base station التي تخدمني والسيجنال تبعتها خوية والتي كويسة أو الكامل ، الموبايل اسويش الموبايل اسويتش تترنشن موبايل sûr الموبايل سبسكرايب الموبايل السيجنال موصل أباالي موصلوا بالعلومات عن السبسكرايب بيحكي له بدنا نشرب حسام تخضر دكتور سهاري أنا مثلا الجهاز اللي عندي او مثلا الامزي اللي عندي انا بعملها مثلا انه تختار الشبك اللي فلاني انكيس ان كانت رومينج نعم انت ممكن تكون عامل رومينج ممكن تكون عامل رومينج اقريمت مع نفس الشركة في نفس المكان في نفس المنطقة نحن هنا مثلا في الاردن المثال بسيط على الموضوع ليش لانه التالث شركات اللي موجودة في الاردن بضبطة كل الاردن يعني متوقع انه زين وورنج ما يصير ش بينهم رومينج الا اذا في مناطق مثلا وغطيتها زين اكثر من اورنج وورنج تحكي لك بدل ما اروح انا اغطيها وحط سلسايت اذا انا ضمن الاتفاقية مع الحكومة اروح على زين بحكي لهم اذا ايجا كستمر في المنطقة هاي اخدموه وانا بتفعلكم مثلا هذا الكلام كان يحصل كثير في امريكا لان امريكا كانت تغطيه بر كاونتي كاونتي زين تحكي المحافظات وكان في اوفرلاب عالي هون طب دكتور شو دكتور انت بره عفوا اكامل بنقطة حسان بس انت بره ممكن انا ع سبيل المثال كدبي في شركتين او ثلاث صح بتوقع زين عامل اتفاقية مع واحد منهم على الاقلاء ويمكن تنتين ما عرش اذا عندك معلومات انا بتذكر لان ما بعرف من الحين اكلمت والله ابعرف فالان المفروض الموبايل فون يكون مبرمج ان يعطيها اولوية يعني اذا انا عامل اتفاقية مع شركتين في نفس المنطقة او خلا نحكي اتنتين في نفس الدولة مسئلهم different coverage تمام؟ اذا في منطقة مشتركة ديناتهم انا بعطي اولوية للشركة مثل انا اللي بتكلفني اقل مثلا هيك انا على الاقل كنت تساوي زمان بعرفش الان الايام هنها كيف الامور بتتم بس هيك كانت الامور تمشي لان كنا نفاوض الشركات على خلال الroaming agreement عشان ناخد احسن rates ومش كل الشركات تعطينا نفس rate وفي شركات اقوى الشركات اللي اقوى الكافرش تباعها اقوى كانت تطلب اكثر ومنطقي الكلامي يعني كل ناس عارفين قيمة service او اللي عندها service فهذا اللي بيحصل الموبايل فون المفروض يكون مبرمج يعمل search على الباندس بطريقة معينة ومش بس على الباندس هذا الحكي اللي انا كنت عامله بنفسي كان يعمل search على ال id تبعة الكارير يعني اذا ضمن نفس الباند وجد اكثر من كارير كان يعمل camping على واحد من الكارير او يختار ما بينهم حسب الاولوية اللي انا نعطيها في طرفهم هذا الحكي قبل ال over the air programming هذا لما كنت انا ابرمجه بنفسي يعني كنا نحط البرمجيها داخل الجهاز manual جاوبت حسام السؤالة؟ جاوبت دكتور بس يعني وين تأثير ال steering بالوضوع؟ تأثير ايش؟ بال steering ايش خصك بال steering يعني مثلا انا مثلا بروح على الامارات زي ما حكيت في شركات مثلا انه بس تلقط اي فور النتورك عنده على السرية بمنى steering الى النتورك تبعته بغض النظر على الانقليم لا ما اعتقد هذا الكلام صحيح على الاقل من خبرتي السابقة بيش انا يعني انا صلني عشرين سنة خارج هاي البنظومة تفاصيلها لانو انا كنت يعني داخل في كل تفاصيل هذيك الايام لا مش الشركة اللي بتحدد الموبايل فون هو اللي بتحدد والدليل على ذلك اذا انت رحت على دولة وهي صارت معي اكثر من مرة اذا انا كنت في دولة او في مدينة او في منطقة بغض النظر مثلا في اوروبا كنتي الجنوات الماضية اسافة حسب المشاريع الاوروبية عملات شوي نائية فيش فيها يعني فيها شركات لك الشركات ما فيها agreement مع زين تمام؟ في شركات موجودة والناس حوالي تستخدم التلفون لكن زين ما انتهي agreement هناك لذلك تلفوني ما كان شوف اي نتورك ما كان يتواصل مع يعني ما كانش فيه communication مع اي نتورك وصلت؟ حسب معلوماتي ان التلفون هو اللي بيحدد فانت الآن الشركة اللي زين ما حكيت الشركة اللي بتكون مثلا في دبي عاملة معها اقريمان زين او زين عاملة معها اقريمان التلفون والكامبون فالتلفون هو اللي بيحدد هاي معلوماتي ممكنك تتكد منها وترجعني او اذا اي ممكنك تسأل هذا السؤال بس هاي معلوماتي واعتقد فيها ملطق فضلتنا دكتور انا سبقطر عندي غط زين نعم من الاردن توقع من الجهاز اقدر اختاره اذا اسبك هذا اريد او بلافون مقطع في شركتين انتصالات لانك عندك اكاونت هون و اكاونت هناك وغالبا فيه اقريمانت ما بين الشركتين هو كان نوعا انه زين متفقه مع الفنتين مية في المية الان لو انها زين مش متفقه مع شركة من الشركات ما رح تكون سامحة للتلفون تبعك ليشبك عليها على اغلب هيك الان اذا فيه سيربس اخرى ممكن انت تاخد كاني بتذكر بهالزمانات كان فيه امكاني انك انت تاخد سيربس من الشركة مباشرة هذا موضوع اخر هذا ليزر موجود الان انت اللي نفترض وهذا حصت معي مثل كنت انا في شرق المانيا وما فيش روميج اجريمت مع شركة زين حتى لو في روميج اجريمت بس انا اشتريت لوكال سيربس مباشرة اشتري سيم كار وبحطوها الجهاز صارت لي سيربس اول عندي دول سيم بحط دول سيم وصار عندي سيربس بس هذا ايش بيطلب بيطلب اني اشتري لوكال سيربس اذا متحدث عن روميج روميج شي تاني روميج مع ذلك شركتي الام لازم تسمح لي لو تسمح للتلفون يستخدم هاي الشركة لان بينهم اجريمت اذا ما في اجريمت لازم تشتري لوكال سابس فكلام عدنان اعتقد بيأكد النقطة اللي انا عم بحكيها اذا زين عام الاتفاقي مع الشركتين بح يطلعوا الشركتين بس هلا اليك الخيار اذا الشركتين نفس يعني نفس المبدأ وفيش فرق بينهم ممكن كلك الخيار بس على الاغلب لا على الاغلب الشرك هي بتحدد الاولويات من خلال البروغراميج للتلفون اوكي إن شاء الله إن شاء الله مجرد عملت كامبينج على هذا الـ المعلومات تبعتك وين بتروح تروح تتخزن في الـ انه هو موجود على هذا الـ زي متفاق من برر ماضي الـ الـ مجرد عملت كامبينج وخبرت الـ الـ هايو السبسكراب الفلان موجود عندي مباشرة الـ بيعملوا ايش؟ عملية تشالنج اللي حكينا عنها البرر الماضي بيرسل تشالنج للموبايل ستيشن عن طريق الـ وبيعملوا تشالنج وبناءا عليها بيسمحوا أو بيمنعوا التلفون انه يستخدم حينها تمام؟ وأبشنال زي ما حكينا ممكن يشيك عليه تتأكد انه الستاتصة على الموبايل فون هل هو تتأكد انه هل موبايل فون هدا مسموح له يدخل الـ هل عليه مشاكل مسروح كلها وزي ما حكينا هدا مش جباري تمام؟ واضح الامور هون؟ طيب العكس الـ عفوا؟ لا بحيد اكتمام ان شاء الله الآية مساعدة سويتشن اف دعنا سينفورم زي ما سي انت سويتشن اف زي ما حكينا في كل الموبايل في الموبايل والاستاتورب وين يترن الديفايس اف مجرد كبسة الباور اف تمام؟ الجهاز قبل ما يطفي فعليا انت بنسبة لك طفية الجهاز بس الجهاز قبل ما يطفي نهائيا مباشر بيتواصل مع نتورت بيحكي لها ام سويتشن اف مباشر هذا الكلام بيتخزن منحط في آخر لوكيشن ان شاء في الموبايل ستيشن تمام؟ بعد هيك لانه ترن اف لاحب مباشرة الى التصد في هذا التلفون اللي عمل نورمال ترن اف والعمل ريكورد في الـ انه هذا الجهاز is out of the network حاليا اذا حاولت تتصل في الجهاز لا تسمع رينج ولا تسمع شيء مباشرة بتجيك ميسج تحكي لك this device is off مثلا معرش في العربي الرقم المطلوب شو بيحكي؟ مغلق حاليا صح؟ مظبوط و بتجيك رسالة بتجيك رسالة مباشرة ليش مباشرة؟ لانه مباشرة لما انتتصلت مكالمتك اذا ما حشوف بعد شوية مكالمتك راحت لـ الـ HLR عشان يعرفوا ان انت موجود لشغل حكا لهم stand off مباشرة بتجيك رسالة بتحكي لك هذا الرقم المطلوب مغلق حاليا مباشرة لو ما كان عامل نورمال switch off اختفى فجأة شو رح يساوي الـ HLR رح يحكي انه موجود في المكان الفلاني رح يدوروا عليه ويبعتوا له بيجينج لفترة معينة مرة ومرتين حسب كيف مبرمجة system وبعدين after they give up برجعونك بحكوا لك الرقم المطلوب حاليا غير متاح أو الرقم غير متاح حاليا طبعا هاي الرسالة بتجيك بعد عدة ثواني ليش بعد عدة ثواني لانه system ضل يدور عليه موجدهش هذا الفرط ما بين التينتين ليش واحدة تيجيك بسرة واحدة تيجيك ايش متأخرة اللي بيحصل انه اللي بيحصل انه when you turn off تمام اه اه من اله صحيح بس اصحح النقطة هاي انا حكيت قبل شوين في اله اللي بيكون موجود انه تيرن اه اللي بيكون في اله اللي بيكون موجود وين اخر مكان شاف اللي بيكون موجود 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 الperiodic location update انه بطريقة periodic بيصير انه اللي بيكون موجود في اله تمام يعني على الأغلب التينتين يستخدموا من نفس الوقت يعني تالهان when your mobile station moves from one station to another بيكون اعمال عليه update automatically اللي بصير في handing over تمام وبصير في عملية registration في new location وبنفس الوقت إذا أنت موجود على نفس الستيشن على نفس البيس تترة طويلة ممكن أن نعمل بريوديك لكيشن أبديل بس تأكد أنت لسه موجود هكذا تصير في تواصل إنه بس تأكد أن لسه البيس موجود فأنا ما بارك مين يعني بتوقع السيسلم بيستخدم التنتين وضع هذا توقف بوضع تايبز أبديد باستيشن لوكيشن ركورز في الياراك في الحالتين بين عمل عملية أبديد إلوكيشن ركيت في الـ PLR طبعاً VLR إتوال إيش when you move to new MSC VLR مباشرة الـ HR records إذا الـ HRR will be contacted only if you move the VLR MSC لاحظ الآن هون في الكيس هالا وإنت عم تنتقل من هاي الباست لاحظ الـ BSCs اللي لونهم أزرق موجودين ضمن الـ MSC اللي لونه أزرق إذا أنت عم تنتقل من باستيشن 1 على سبيل المثال إلى باستيشن 2 من باستي لباستي ضمن نفس الـ MSC VLR بالنسبة للـ HRR أنت موجود لساتك على نفس الـ MSC VLR لذلك ما بينعمل update على الـ HRR بصير الـ update وين موجود؟ موجود داخل الـ VLR أنت على أي BSC موجود على أي باستيشن لكن إذا انتقلت من 2 إلى 3 على سبيل المثال لاحظوا 2 موجودة في BSC على MSC 1 تمام؟ و3 موجودة على BSC في MSC 2 إنت هون انتقلت من MSC لMSC في هاي الحالة في هاي الحالة بيناعمل update وين على الـ HRR ليش؟ إنك انتقلت من MSC 1 إلى MSC 2 فضحات الأمور فهي بتعتمد أنت عم تنتقل من أي من وين لوين بطلت إذا عم تنتقل على سبيل المثال من سكتور لسكتور ضمن نفس الـ نفس الباستيشن كل هذا بيحصل إيش؟ ضمن نفس الـ BSC وهكذا فحسب كل لفل أنت وين في أي لفل أنت عم تعمل location change نتحدث الآن عن Mobile Originated Call أو الـ Outgoing Call يعني لما أنت تتصل بالتلفوان يعني تمسك التلفوان و ترد هاي بسموه Outgoing Call من مبالك وانتب When the Mobile Station request access to the network to make a call The BSC determines the nature of the call لازم الـ Base Station الـ Base Station subsystem to determine the nature of the call إيش أني the nature of the call في أكثر نوع من الـ regular voice call اللي هو المكالم العادي تقليدي عم تتصل رقم تاني عشان تحكمه فيه emergency call This is a different story إذا كانت emergency call إذا كانت 9-1-1 أو 1-1-1 or 1-1-1 This is handled completely different في العادي الـ Emergency Calls are handled immediately بدون أي checking مباشرة تتوصل مع الـ Emergency Center على أخل هي كانت في أمريكا توقع أنه في الأردن نفس الشيء وبذكر في أمريكا كنا لازم نبرمج الـ Emergency Calls إنها تطلع مباشرة بدون أي checking تمام؟ وحتى لو إنك ما نكاش أي اشتراك إذا حد تصل 9-1-1 من تلفون والتلفون هذا ما فيش فيه أي اشتراك المفروض تتوصل للمكالب كانت الشركات مجبرة لأنه هاي حياة حياة الناس وفي هناك Supplementary Services زي الـ Call Forwarding والـ Call Waiting تمام؟ هاي تعتبر إيش؟ أنواع أخرى الـ Call Forwarding تعمل بتحول المكالب من مكان لمكان وهكذا It also allocates radio resources to the mobile station for the call إذن ال-BSS will allocate radio resources channels الـ Up Channel with Down Channel تمام؟ The NSS determines the destination of the call طبعاً إحنا هوا إذا ما حكينا الBSS determines the nature of the call عشان شو يساوي بالضبط زي ما حكينا بالذات إذا كانت عشان emergency otherwise it will be handled by the NSS بال-NSS أو بال-MSC determines the destination of the call هل هي رايحة مثلاً لموبايل ستيشن ضمن نفس النتورك ولا رايحة لموبايل ستيشن في النظر نتورك يعني تتصل من زين لأورنج على سبيل المثال أو رايحة من الموبايل ستيشن للاندلين سواء كان لوكال، إنترناشنال، دومستيك، لا أعلم كل واحدة من هدول كل واحدة من هدول is routed differently كل واحدة لها trunks نسميهم اللي هم الخطوط اللي بيتوصل للمكالمة بامريكن تسميهم trunks بعلا شون شو بسموهم بالضبط فعندك عندك كل واحدة لها trunk group مختلفة فالموبايل سويتشنك سنتر مهم لازم يعرف destination للكل عشان يعرف بأي اتجاه يوجه هزي كيف الروتر عنده routing table بناءً عندي على destination IP تحدد انت على اي بورت يحبك exactly the same idea موبايل تو مبايل نتورك حكي نقول انت the same network to another network or to the fixed network PSTN ISDN The MSC GMSC draws the caller property and handles the signal الآن ليش للمسي جي MSC إذا كانت ضمن نفس النتور MSC والهاندل إذا كانت or to another network sb So a Landline إذا هذه M-S-C إذا كانت Landline ول여ه ou another network هذه بدها الجي MSC لأن مخبينا أي شيء خارج Council will be handled by the GMSC والGMS أو أي واحد منهم يعني بمر silounaling بمرسل control information على مين عم بيحكي مع مين و بمرسل اللقم للتلفون المطلوب للـ destination of mobile number أو destination number بيضرنا من الموبايل واللاندلاين تمام؟ كل هذا عن طريق السيجنال يعني عن طريق الـ SSL When the other side picks up the phone يعني برفع بفتح الخط مباشرة وبنحجز الـ voice resources سوف نرى هذا الكلام بعد شوي في simple animation If the call is distant for another network هذا اللي حكيته قبل شوي إذا كانت المكالم يطالع برى الـ network يعني خارج الـ local network The origin of the MSE will be routed to the GMSC تمام؟ The MSE رح يحولها لمين للـ GMSC عشان نطلعها برى أوكي؟ واضح الأمور؟ أي سؤال؟ أكتور أكتور هاس أكتور هاس الـ service provider عنده زي mailbox service Voicemail؟ أيوة Voicemail أكتور طيب رح تخزى وين تقريبا؟ رح إيج؟ لو مثلا في لسالة إيجيت على الـ voicemail لازم تخزن نعم تخزن على آخر مكان الذي الآن عارف عنه أم لا؟ أكتور طيب أكتور طيب ليس لك إذا تمت سؤالك أتخزتك وين الـ voice يتخزن بالتحديد؟ نعم في العادة يكون هناك شيء يسميه Voicemail System في نظام خاص بالـ voicemail الآن ما موحش بالضبط الذي يحدث حسب أنت مرات يكون هناك خيار للـ user لكن في العادة كانت أنت إيجتك مكالمة والتلفون يرون هذا في الجزء الثاني اللي هو الـ incoming call شو لك إن أجل شوي نحكي على الـ incoming call ذكرني أحكي فيه هناك إن شاء الله تمام تمام أنت بالنسبة لك وإني الـ originate a call إذا اتصلت بشخص ورني التلفون هو ممكن أن أتحدث عنه ورني التلفون مرة مرتين ثلاث مردش صح؟ نعم إذا عنده Voicemail الـ system automatically والـ forwarded للـ Voicemail system الـ Voicemail system عبارة عن stand alone system وعالفتاً فيه شركات خاصة هي اللي بتبيعك إياه آه فيه هاردوير وشافتوير وإنت بتوصلوا مع الـ system يعني جزء من الـ network الـ end point أنا فهم فكرة نعم أنا أكتور هاد يكون أكتور شابك مع مع الـ مع الـ service provider كمان آه هذا بكون جزء من الـ service provider network إحنا في أمريكا في الشركات اللي أنا اشتغلت فيها كانت الـ Voicemail دائماً موجود وأنا حتى قلت يعني هذا جزء من مسؤولياتي إنت بتشتري الـ voice mail system من شركة متخصصة بالـ voice mail بتحطوه ضمن الإكوبن تبعت الـ MSE بصير جزء من الـ MSE ممكن يكون نظام واحد في شركة كلها مش كل MSE فيه الـ voice mail ممكن يكون voice mail لشركة كلها لكن الـ MSE كلها بتعمل عمريك تحوير للمكالمات في حال مردش مرات انت شو بتساوي مثل على سبيل المثال هاي الخدمات كانت موجودة بتدخل الـ code اللي نفترض اللي نفترض أنا الآن في اجتماع تمام؟ ما بدي أرد على مكالمات عشان تريح راسك وتريح اللي بيتصل فيك بتعمل automatic forward للـ voice mail يعني مباشرة إذا جدك مكالمة تمام؟ مع الطريق الـ symbol code بتدخله على التلفون أي مكالمة بتيجيك ما بينعمل بيجنج للتلفون تبع خلاص بيكون مسجل في الـ MST-VLR في الـ HLR إنو انت في هاي اللحظة you're not accepting calls forward immediately للـ voice mail فكانت المكانة ما لما تيجيك من بره مباشرة تتحول على الـ voice mail هاي واحدة هاذا الشي مخفي عن الشبكة ولا مبين الشبكة إنو هاذا الـ voice mail نعم كشبكة مبين إنو هاذا الـ voice mail أو إشي ولا ممبين هاذا مخفي بس عند الـ end user مبين إنو مستخدم voice mail بصراحة ما في متسؤالك يعني إيش قصدك مخفي؟ مبين دكتور كـ MST هل عارف إنو هاذا الـ الـ non-body station استعمل voice mail ولا مخفي عنو ما يعرف عنو لا طبعا لازم هو الـ MST هو اللي بيدير كل شي أصلا ما هي الـ call routing هذا جزء من الـ call routing نعم عرفت؟ هذا جزء من الـ call routing يعني الآن ع سبيل المثال طيب أحكي لك إسا لازم أنتقل للـ next slide بعدين أكمل جوة أصبعا تماما طيب الآن في الـ terminated call الـ incoming call شو اللي بيحصل؟ الـ call تقل الـ mobile subscriber whether it's mobile within or outside the network تقل الـ ISDN number اللي هو تتصل بالتلفون بالرخط صح؟ صبر زبعة تسعة وتمور For an external caller إذا حتى عم بتتصل فيك من خارج الـ network external caller يعمل خارج الـ home network شو اللي بيحصل؟ The BSTN ISDN routes the call to GMSC زي ما انتفخ من الشركات الخارجية تمام؟ بتكون عامل الـ routing تبعها بحيث انه إذا إجا الرقم على سبيل المثال اتصل فيه حدا من من Orange رقم من Orange اتصل على تلفون اللي هو زيني صح؟ رح يعمل الـ outgoing call زي ما شفنا في السلايد السابقة شو حكينا في السلايد السابقة؟ حكينا The NSS determines الشبكة تبعت Orange will determine this is an outgoing call لـ to another mobile network مضبوط يطالع من Orange لزيني شو رح يساوي في الساستم تبع Orange رح يحولها على الـ GMSC تبع Orange في الـ Gateway and Wall Switching Center صح؟ في الـ GMSC شو رح يساوي رح يحولها على الترنكس اللي طالع على بره إذا فيه ترنكس خاصة بين الشركتين الـ Lines بيحولها عليها مباشرة تمام؟ لان ورح تيجي؟ يعني رح تطلع من الـ GMSC ورح توصل الآن؟ على الـ GMSC تبع زين؟ أبسلوتا رح توصل على الـ GMSC تبع زين تمام؟ الـ GMSC تبع زين شو رح يساوي؟ The VLR currently serving the MSE is found via the HLR شو حكينا المرة الماضي؟ حكينا الـ GMSC شو يساوي؟ بيتصل في الـ HLR مباشرة بيحكيله في مكالمين أفلان وين هو موجود حاليا؟ تمام؟ شو يساوي الـ HLR؟ بيخضر الـ GMSC إنه موجود حاليا في الـ VLR MSE فلاني شو يساوي الـ GMSC الآن؟ لا، مبايل سبسكرايبر روميك نمبر السنته لـ GMSC آه الـ HLR شو يساوي؟ الروميك نمبر مش حكينا إنه كل كل موبايل ستيشن في MSE VLR فيه لها روميك نمبر تذكروا حكينا كلام هذا المرة الماضي وهذا الروميك نمبر خاص في هذا الـ VLR فالـ HLR بيرسل للـ GMSC الـ GMSC شو يساوي؟ راوتز الـ GMSC بياتصر بالـ MSE VLR باستخدام هذا الروميك نمبر هذا كل روميك نمبر رقم داخلي تمام؟ إيشي within the system إذا فعلياً الـ GMSC بيتصل بالـ HLR بيحكي له وين فلان؟ بيحكي له موجود في الـ VLR فلاني وهي رقمه فشو يساوي؟ بيتواصل مع الـ MSE VLR هنشوف التفاصيل في الـ Next Slide لها الـ For Internal Color إذاً هاي بتكمل الصورة لما يكون من خارج الشبكة، صح؟ For Internal User، هذا عم بيتصل من داخل الشبكة BHLR provides the original MSE VLR with the MSE VLR with the MSE VLR الآن لما أنت بتعمل مكالمة من داخل النتورك ما أنت موجود على صم MSE VLR لنفس النتورك يعني أنا في زين، وأنت في زين، صح؟ أنا على MSE وأنت على MSE فالـ MSE الذي اتصلت منه معروف أنك ليس موجود عليه، فشو يساوي؟ بيحكي مع الـ VLR مع الـ National R يحكي له وين فلان موجود؟ يحكي له موجود على MSE VLR فلاني نفس الشيء، زي ما عمل مع الـ MSE لما كانت إكسرن لكم فالـ MSE VLR اللي تمت منه المكالمة، شو راح يساوي؟ راح يتواصل مع الـ MSE VLR اللي موجود عليه الموبايل ستشن، وتتم العملية بنفس الطريقة قديم الصورات أولا الـ MSE شو يتطلب الـ MSE مقام Punkte فهي صحيح التلفون يرن الـ PageTone فيه بيجينج channel على كل بيستيشن فيه ايش يسمى على الأقل هذه الأيام كان فيه بيجينج channel تشارل هاي خاصة دس بالبيجينج ان ترسل عليها سيجنال خاصة للموبايل استيشن اللي يلوه انك منكم فهي صحيح التلفون لما بتيجي الـ Page هاي يساوي التلفون برن حسب انت توني اللي حاطعينك الـ Mobile Station response الـ read الان مجرد انه مبايل استيشن رد يعني عمل اوكي فتح الخط مباشرة الـ Radio resources are relocated بتحجز بتحجز Radio resources بتحجز Time slots along the whole route تمام؟ هنشوف الـ Next slide التفاصيل هاي الان خليني ارجع للسؤال على النام الان اجت مكالمة بغضا رضا الان جاي صح؟ عمل Pages رن مرة مرتين ثلاثة حسب 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 انت انت شو برمج المرات عندك عندك سيطة تحكي بعد الرن الثالث هيك انا بذكر زمان مثلا تلفوني اذا اجتني مكالمة بإمكاني ابرمجي الـ Voicemail System او ابرمجي الـ System او ابرمجي الـ Mobile Phone انه يتواصل مع الـ Mobile System انه بعد ثلاثة رنات او اربع رنات ما رديت حوله الـ Voicemail او اعمل له Call Forwarding على سبيل المثال كانت هاي الـ Service موجودة اللي نفترض انه انا موجود في مكان انا موجود في مكتبي اي مكالمة على الموبايل فون اي مكالمة على الموبايل فون حول ليها لرقم المكتب فمباشر الـ System شو بيساوي بيعمل عملية Call Forwarding لرقم ثاني صح؟ طبعا هاي الـ Call Forwarding معناها ستطلع من الـ GMSC وتطلع اذا كان لاندلين على سبيل المثال مع شركة ثاني تطلع خارج النتورك وتاخد لفة طويل عشان توصل ايشان عليها Call Forwarding على هذا الرقم الان اذا ما لديك Call Forwarding ورني التلفون عنده تمراتي عدنان بيكون السيستم مبرمج حسب انت الـ options سابعتك كيوزر انه يحولها على الـ Voicemail فالان شو اللي يصير يصير عملية الـ Paging الـ PSS بيعمل Paging مرة مرتين ثلاثة حسب السيستم كيف مبرمج ما رديش الموبايل فون بيرجع برسل رسالة للـ MSC VLR بيحكيلو الزلمي ما عنده الان قرار للـ MSC شو مبرمج عنده اذا فيه Voicemail و Active Voicemail ومبرمج انه بعد مثلا ما رديش على التلفون يحولوا للـ Voicemail مباشرة بتتحول المكالمة من الـ GMSC أو من الـ Originating MSC بتتحول للـ Voicemail الـ Voicemail الـ Voicemail system قتماتيك اللي بيفتح الخط وبتنحجز resources وبتطلع مسج من الـ Voicemail system للـ Caller اللي اتصل بيحكيلو والله فلان فلان فلاني إذنات أغيلا والحسن مسجل انت مسجله السلام عليكم انا فلان فلاني انا الان مش مش فاضي يعني اريتي ترك لي بسعب مثلا نعم مثلا تطلع بيب بتسجل المكالمة بتسجل الـ Voicemail تبعه والـ Hangout خلص بتتسجل المكالمة داخل الـ Voicemail system عبارة عن storage device كبيره في الغالب عليها الـ Voicemails وبتجيك على الموبايل فون تبعك الـ Notification انه فيلك Voicemail زمان كانت تظهر زي الـ Envelope بشبه الـ Envelope بتبع الـ E-Mail الان So the storage The storage where تكون في الـ Voicemail system لا الـ Voicemail system يعني عند Service Provider ومعندي انا عند الـ Service Provider Absolutely انت الان عشان شوف الـ كيس ممتاز انا هادك هو سوال عشان to access your Voicemail يعني مثلا عندي اكل من MSC مثلا زي عندها اثنين MSC يقول لتو كذا هان سوال موزع هان و هان ولا مثلا بعتمد بعتمد كيف انت يعني ممكن يكون عندك Voicemail واحد فقط لكل الشركة تمام وكلهم كل الأمسيز لهم Trunks رايح على الـ Voicemail وهذا المنطق منطق انك بدك من Voicemail system وخلص طبعا تكون عامل يعني handling للموضوع الـ Storage والـ Voicemail system زي ايه system ثاني بده maintenance وبده management وبده backups وبده قصص بخوصا الـ Storage تبعكتو يعني شوية خفيفة مو يعني مفروض انه خفيفة بصوت 30 ثانية الموضوع نعم 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 دكتور وضحة السؤال كان تخلطني في الـ Storage كيف كيف توصل إلي وكيف ترجع لبقى نعم doing service ممكن الآن الان مع cloud services وشغلتهاي ممكن السervice تكون completely outside network يمكن أنا أشترك مع شركة تعطيني Voicemail service لكن لها لا يوجد داعي أن أحضر السيستم داخل MSC يمكن أن أكون فاتح ترنكس لديها وأحول عن طريق PSTN سأريح رأسي نهائيا أتوقع أن الأنظمة الحديثة تتوقع أن تشغل بطريقة هذه الآن عندما تأتي لكي لديك Voicemail تقلق واحدة التلفون تبعك يتصل بالVoicemail التلفون تبعك تصبح الآن تصبح الآن من الموبايل فون تبعك للVoicemail system لكي تصبح التلفون تفتح خط ويصبح إيش تبراوز تبراوز نعم أبحث حسام هل لديك Voicemail system كسيربس حاليا أكيد دكتور موجود مثلا ما عنديش أنا Voicemail ولا حتى إجاني مرة أنه كانت تشتكي Voicemail ليس كثيرا مهتم ولكن لم أسمع أي شيء عن Voicemail system بعد ذلك تقلني معها سبعة عشر سنة لا هي موجودة دكتور توقّى إذا أنت طلبتها تجدها لا توقع أن يبعتها نعم نعم بالضبط نعم كثيرا في البيزنس كنا نستخدم Voicemail دكتور أوريدي هسلل واتساب خرب عشياء كثير أشياء كانت تقدمها سيرفس شركات الاتصالات يعني مش خرب هي صارت بدائل جيدة بالضبط صحيح تكنولوجيا تطور فكير زمان ما كان في الخدمات كانت الخدمات محدودة جدا بس كانوا عجبوا علينا مرات مرات يعني أذكر على قصة الـ مرة صارت قصة مرمرتنا فترة طويلة معرفناش نفهم يعني صارت مشاكل في النتورك واحد مكالمته يعني بيحكي أنه بتجيهوش مكالمات أو بتتصل أبصر شو بيصير معه مهم ضلينا ننبش بجوز أيام وأسابيع تمرمرنا بالأخير بتشفنا أنه الأخ أدخل لا أتحكي إيش عامل multiple forwards وعامل loop يعني عامل من خط لخط من landline إلى mobile station ومدخل حاله في loop فالمكالمة تبعته ما حد يتصل فيه بتصير تلف من رقم لرقم وترجع للرقم الأصلي وتضيع بالنص مثلا يعني أنا أرجيك من very extreme case الصارت معاه فهي السيربيس إلها حسناتها لكن لها مشاكلها بذاتا ما تطل فيها ملطب المتوركس على أي حال عشان ما أخيركوش كتير تمام هيك الأمور دكتور بس الـ call forwarding هل كمان دكتور هل هي مثلا من أجل التيفونات هي خد موجودة أولا من service provider مجانية مجانية لها مجانية لحظة لأتني استغربت أنها مجانية مجانية زمان كالف بفلوس بعشي الآن توقع على الأغلب مجانية الآن بس مجانية ضمن نفس النتور نعم زمان كانت بفلوس فعليا فعليا مكالمتك لما تتحول الـ voicemail system كي تزا call forwarding هي call forwarding بس للـ voicemail أنت بإمكانك تعمل call forwarding لرقم آخر لأن الـ voicemail إلو رقم أصلا نعم نعم بالضبط، يعني هو رقم زي 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 نعم 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 نرى الآن هذه إنه بسيطة برجيك الرouting of an external core الترتيب المعلومات لأنه دخلنا انتبهوا دخلنا الـ signaling مع الـ core routing الـ signaling اللي هي الـ control information والـ core routing اللي هي الـ actual trunk الـ actual channel لما تنحجز تمام الآن نفترض أنه الـ landline يتصل فيك في موبايل فونت الآن المكالمة will be routed through the PSTN تمام في داخل PSTN معروف إنه هذا الرقم على نفترض ليه نفترض طرم حسان ما ننضلنا مع زين عشان ننضلنا 079 XXXX مجرد إنه رقم ضرب هون الرقم 079 بغضنا على البقية الرقم 079 هاي معناها إيش This is Zen Network داخل الـ PSTN الـ Call Rounding داخل الـ 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 معروف إنه 7-9 زين عشان أوصل لزين لازم أحطها في هذا الرقم أنا بهذا الاتجاه فبتتحول من عملها forwarding باتجاه الـ تمام فبتوصل الـ طبعا هون انتبهوا شغلي يعني أنا بس عشان عشان الدقة الصورة هاي أنا ما أخذها من سام سورس وأعتقد هاي شوي بتمثل إشي قديم إنه زمان كانت تنحجز الترانكس مباشرة في الـ تمام؟ قبل ما تنفتح القط بس أعتقد الآن الغنب الحديثة كلها فعلياً فعلياً 1 & 2 فعلياً 1 & 2 المفروض يكونوا بس عبارة عن SS7 SS7 signals المهم لما بتيجي للـ GMSC نفيله مكالمة شو راح يساوي؟ الـ GMSC مش موجود عنده الموبايل ستيشن شو راح يساوي؟ راح يروح مباشرة للـ الرقم 3 بروح للـ بحكيله وين فلان وين موجود شو الـ بحكيله؟ موجود في MSC VLR الفلاني وهي الروميق نمره شو بيساوي الـ GMSC؟ بيتواصل مع VLR MSC بيحكي انه في مكالم يجاه لفلان طبعاً بعطيهم الرقم شو بيساوي الـ MSC VLR رقم 6 بيتواصل مع الـ BSS بيحكيله انه يعمل بيج للرقم الفلاني الـ BSS بيعمل بيجينج بيطلبه برن التلفون لنفطرض الآن فتح الخط صار فيه صار فيه صار فيه ما بين الـ Wild Station و الـ Bay Station تمام؟ انه رد حجزنا حجزنا كله شو بيساوي الـ BSS بيخبر الـ MSC انه والله ايش فتح الخط طبعاً هذا كلام بجزء من الثاني الـ MSC شو بيساوي؟ بيخبر الـ GMSC انه والله فتح الخط الآن شو صار؟ صار السيستم كله معروف انه لان جاهز يستقبل المكالمة شو بيساوي الـ GMSC الآن؟ بيفتح ترنك بيحول المكالمة فعلياً بيعمل Time Slot على PDMA System الآن في الانظمة الـ Digital كلها بيفتح Time Slot ويحط عليها ايش المكالمة وبهاي ايش على واحد من الخطوط اللي راح للـ MSC اللي موجود عليه الموبايل ستيشن شو بيساوي الـ Mobile Station الآن؟ بيفتح Time Slot للـ BSS هاي 12 بيفتح Time Slot على الـ BSS للمكالمة وشو بيساوي الـ BSS الآن؟ بيحجز الـ Channel الـ Voice Channels بيحدد الـ Up والـ Down Channels للموبايلسيشن وبيحكي له تمام؟ مباشرة بينفتح الخط الآن تكتمل العملية صار في عندي خطوط الخط مفتوح على كل الـ Resources تمام؟ بيجي في الآن بيحكي ألو سلام عليكم خلص صار في مكانم الآن ببالش يحكوا مع بعض لحد ما هيش يخلصوا ويعمل الـ Hang Up مجرد الـ Hang Up يعني فتسكر المكالمة شو اللي بيحصل؟ بيحصل بيحصل لكل الـ Resources إنه المكالمة إيش انتهت تمام؟ وكل واحد منهم إيش بيساوي؟ ستحضر بيحصل كل هاي الـ Resources ونعمل الـ Call Record وهاكد أوكي؟ واضح الأمور إن شاء الله أختي إن شاء الله بيحصل 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 خلصا نعمل الـ هي قلقة بتراقب قوة الإشارة لغاية ممكن بيحصل مجرد كان شاء الله في واحدة أو تنتين أو تلاتة لغاية ستة إذا شاء اللهrió ستتارب مجرد الـ أنزل بيحصل إذا يجب ان تقوم بتقوم بكتابع على كل واحدة من هذه الباستيشن أجل بإعطاء أمر للمبايل سويتشنج أنه يقوم بتعمل عملية هادينج أوبر لا يقوم بتعمل عملية نفسه مثل ما حكينا ممكن فعليا يتحول من شانل إلى شانل شانل القوية لكن الكواليتي سيئة في إنترفيرنس في كواليتي سيتم إنترفيرنس في نوينس في إشي عم بيأثر على الكواليتي تبع سيغل ممكن الBSS يحكي لك حول من channel to channel وهذه channel مثلا ينحط عليه أفوض تحت ما إيش يخلص تصفح To new cell site within the BSS ممكن يكون إيش within the BSC ممكن تنتقل زي ما حكينا من site to site ضمن نفس آسم هذا هو النفس اللق مفروض من site to site within the BSC انتقلت من site to site within the BSC ممكن تنتقل من site to site على two BSCs ضمن نفس الأمسي ممكن تنتقل من site to site within two MSS في different levels of handing over زي ما حكينا أكثر من إيش you can hand over to another network يعني تطلع من النتوق تبعتك لنتوق أخرى وينعمل handing over إذا فيه agreement بينك والسيستم is the setup to do that نعم تتحدث عن two different networks ينمر وصير شوي عقد وزي ما حكينا مر ماضي GSM hand over is hard بمعنى أنه انت يكن communicate with only one site at a time صح أنت you're monitoring six لكن فعليا you're connected to only one one تمام هدول يقرؤوهم بشوي تفاصيل على الidentifiers بس من يش بتكون l-IMSI وال-IME وفيه كمان TMSI اللي هو temporary mobile subscriber اللي موجود في ال-VLR تمام كل واحد نيش متون زي ما انتو شايفين فينا l-IMSI فيه l-country code وال-home gsm network code هذي كنت احكي عنه قبل شوي وال-subscriber information وال-IMI-E فيه ايش اللي هي l-equipment manufacturer تمام اللي هي ايش l-time approval code اللي هو ال code تبع المanufacture l-assembly code اللي هو تبع التصنيع وصير النمبر وصير النمبر وصير النمبر غير مستخدم طب تلاحظوا كل واحد مكون كانك هما يونيك هاي الأرقام these are unique numbers يعني ما بتتكرر لأنه كل واحد اللي هو ايش إلو على الأقل one item بيختلف عن الأرقام الباقين هذا عبارة عن زي ال-association ID اللي شفناه في الوالسلان هذا اللي assigned by the VLR temporarily داخل السystem انت ما بتشوفه كيوزر ولا حد هي السystem وال-assigned uniquely داخل within the VLR بعد هيك فيه شوي تكرار بإنكانك تراجب هذور من هاي من كتاب ال- بس بيربط موضوع ال-direct و ال-indirect routing أعتقد هذا كل ياته حكيناه في شوية تفصيلات مع الأرقام بإمكانك تشوفوهم ودي عنده أي حدا يسؤالي يخبرني هاي شغلات كلها كلها غطينا يعني تحدثنا عنها ضمن حديثنا اليوم بسنا يعني عادتا بحطها ك-additional يعني additional information بإنكانك تراجعوها مع الأرقام يعني كل رقم هون associated مع الرقم اللي على الصورة تمام وهاي ال-hand over between MSCs وهاي مقارنة سريعة ما بين ال-GSM والموبال IP اللي حكيناه في نهاية شابتا أنا عادتا هاي شغلات بتركها للطلاب يعني يقرؤوا أنا يعني اللي غطيته هذا فعليا فعليا للباقي بيز يعني go through it واني يرهون من هون وطالع والل عنده أي سؤال يسأل تمام هاي يعني أتوقع هاي نكون غطينا الاشياء الاساسية اللي بتحصل في ال-GSM Network as Sample Cellular System إن شاء الله تكون المعلومات يعني ولو إنها at high level إن شاء الله تكون عقلت تعطي ال-overall big picture إيش اللي بيحصل داخل أي سؤال أخرتوا شوي نسياني آخر محاضرة الله تكرافي دكتور حياكم الله الله عافيت وإحنا الآن لسوق القادم يسه في مجال لمحاضرات إذا حابين نعمل محاضرة مراجعة حابين نلتقي نناقش أي شيء أنا جائز ما عنديش أي مشكلة أنا خلصت المتيريال تمام وإن أول مرة جز بخلص قبل الوقت عادتين بظلني أعطي محاضرات لآخر لحظة بس مع ال-online teaching ال-interaction أقل نسبيا وال-overhead أقل أطهانا مجال نخلص أصراح فاللي أنا جائز اتفقوا على أي شيء أو أي حدا بديو يعني خلال أسبوع الجائد أي موضوع بتكون نلتقي في موعد المحاضرة نعمل review ننقش أي شيء أنا ما نج إن شاء الله قريبا علاماتكم بتكتمل بس عم بحاول بجميل العلامات ومعمل عليها processing و بزرلكم إياها إن شاء الله خلال الأيام الخليل الخادمة تمام ممكن نخليها يعني محاضرة أسئلة ومواجعة المدة ممكن إذا بدكوا ما عنديش معنى إذا يعني تتفقوا تحبوا ما عندي ما عندي مشكلة إذا كان ما فيش اتفاق بينكم كطلاب individually أي حال بده أنا جاهز بعمل معه سلش و أنا أقش أي شيء إن شاء الله خير يعني يعني ليش أنا أحكي لكم تعالوا وأفتح الخط الناس مش جاهز يعني عشان نعمل هذا الكلام يعني بيكون فيه موضع نحكي فيها بيكون فيه أسئلة من نجاوبها بل يكون فيه تمام لأنه السبوع الجاي الناس مشغولين بالمشارير ومشغولين بالمتحانات المختبرات المتحانات مختبرات كل أسبوع على التلفون على الزوم على الإيميل ما فيه يعني يعني نشوف بالمتحان النهائي بتلاتي اثنين أعتقد وشي زي watch for النهائي على الامتحان النهائي إن شاء الله أي شيء منحط لكم على ال e-learning سايت وبين الإيميالات إن شاء الله قمنا لكم التوفيق في انتحاناتكم أدرسوا كويس أدرسوا بفهم يعني مرة ثانية مش حاول يحفظ يصم أشياء ولا يصم قوانين افهموا التفاصيل افهموا العلاقات لاحظوا في كثير تكرار في كثير الانالوجي نفسها بكل الوالس تقريبا مع اختلافات ال ال تأكد أنكم فاهمين كل شيء قبل أن تدخل على الانتحان تمام وأنا جاهز لك سؤال إن شاء الله ونراكم على خير إن شاء الله من هون لوفت الابتحان إن شاء الله بختم ياكم الله سوفركم إن شاء الله السلام عليكم عبا كافي بختم